قال وزير الصحة في الولايات المتحدة في لقاء مع السينئين أن السلطات المختصة لم تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات ببارس كورونا في المناطق والولايات التي أعادت فتح الاقتصاد نحن الآن في وضع يسمح لنا بإعادة فتح البلاد فالرئيس ترك الأمر بالنسبة للولايات لتحديد وضعها الأفضل من الصعب تقدير إن كان يجب إعادة فتح المدرسة في كل منطقة على حدة أو لا ولذلك القادة المحليون يتولون هذا الأمر بينما الحكومة الفدرالية توفر الخبرات لا يجب أن يكون هناك نهج واحد لإعادة فتح الاقتصاد يطبق على الجميع إلا أنه في كل الحالات يجب أن نعيد فتح البلاد فهناك العديد من الأثار الصحية لاستمرار الإغلاق نقلت الواشنطن بوست عن عدد من القبراء أن التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة والصين على خلفية التعاطي مع أزمة كورونا قد ينذر بحرب باردة بين الدولتين فقد طرح الرئيس ترامب فكرة قطع العلاقات تماما مع الصين أيضا في إشارة إلى الخلافات التجارية بينهما نظر حرب باردة تلوح في أفق العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين على خلفية التصعيدات بشأن تعاطي بكين مع أزمة وباء كورونا رؤية طرحتها صحيفة واشنطن بوست استنادا إلى قراءة عدد من الخبراء لتصاعد وطيرة التوتر بين واشنطن وبكين في ضوء الحديث إعلاميا واستخباراتيا عن مسؤولية الأخيرة عن تفشي الوباء الذي راح ضحياته عشرات الألاف من الأمريكيين كما كبد الاقتصاد الأمريكي تريليونات الدولارات فإلى جانب الغضب الغربي من تأخر الصين في إعلان انتشار المرض بما يخالف الاتفاقيات العالمية لمنظمة الصحة العالمية أفادت تقارير استخباراتية أمريكية بوجود مختبرات صينية سرية تجرى فيها اختبارات الأمراض شديدة العدوى ما يدعم فكرة كون الفيروس قد بدأ انتشاره معمليا من هناك يزيد على ذلك اتهام بكين بالتكتم على انتشار المرض داخل أراضيها وإخفاء الأرقام الحقيقية لعدد الإصابات محليا الصين التي كذبت تلك الاتهامات عبر تقرير مفصل ردت باتهام واشنطن بنشر الوباء في الصين على يد فريق أمريكي من العسكريين الرياضيين خلال بطولة رياضية للعسكريين أقيمت في ووهان في أكتوبر من عام 2019 وهو ما فندته واشنطن كما رفضته العواصم الغربية ووفقا لصحيفة واشنطن بوست فقد طرح الرئيس دونالد ترامب فكرة أن الولايات المتحدة يمكن أن تقطع العلاقة بأكمالها مع الصين في ضوء الحديث عن حاجة واشنطن لفصل نفسها عن سلاسل التوريد العالمية التي تمر عبر الصين بؤرة تفشي الوباء يأتي هذا بالتزامن مع ضغط أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ لإصدار تشريعات تهدف إلى معاقبة الصين لدورها فيما وصف بالتسطر على المراحل الأولى من تفشي المرض وزارة الخارجية الأمريكية قامت بالفعل بتقليص تأشيرات الصحفيين الصينيين العاملين في الولايات المتحدة ردا على استخدام الصين تصريح عمل المراسلين الأجانب كقطع ألعاب دبلوماسية وقد امتدت أفاق الحرب المرتقبة إلى قطاع تكنولوجيا لاتصالات في ضوء العقوبات الأمريكية على شركة هواوي الصينية للهواتف النقالة بعدما أثير قبل عام عن صلاتها بالجيش والحكومة ما أثار شبهة التهديد الأمني هذا الإشراء وصفته بكين بالقمعي قبل إعلانها نياتها اللجوء إلى القضاء الأمريكي لإبطال تشريع يمنع الوكالات الفيدرالية من شراء منتجات الشركة غير أنه ورغم نبرة التصعيد المتواترة إعلاميا يصر المسؤولون في واشنطن وبيكين على أنهم لا يريدون حربا باردة وأن تشابك المصالح بين الدولتين يحول دون تفاقم أي أزمة للدرجة التي تضاعها على المحك وبين دعاة التصعيد ورعاة الحلول الدبلوماسية يرى مراقبون أن التضاح الرؤية يظل رهينا بانحصار حدة أزمة تفشي الوباء ومدى قابلية واشنطن وبيكين لوقف نزيف الأرواح والأموال وإلا فالمواجهة بأي شكل من الأشكال آتية لا محالة إلى نيوجيرسي السيد جوردون تشانج الكاتب والباحث في شأن الصيني أهلا بك معنا سيد جوردون ألفت كتاب بعنوان الانهيار القادم للصين لماذا ترى أن الصين ستنهار؟ أعتقد أن النظام الشرع الصيني هش الاقتصاد يتقلص وربما أسوأ بما تقوله بيجين والناس غاضبون هذا النظام كنت أتنبأ بسقوته منذ من قبل ولكن ما نراه الآن وفي الماضي هي أعراض للفشل بيجين لديها نظام صارم ويمكن أن تحافظ على نفسها لفترة أطول مما يعتقد البعض ولكن في النهاية لا يمكن استدامة هذا النظام لو عزنا إلى ما كانت تقوله أوروبا الشرقية هافل أن الشوعية هي ضد الحياة والحزب الشوعي الصيني هو ضد الحياة ولكن ألا ترى أن الصين مهمة للعالم؟ لأن الصين كانت دائما هامة للعالم ولكن رأينا فشل للصين في عدة حالات مثلا في 1911 و1929 حدثت فشل والصين كانت مهمة للعالم من فترة طويلة ولكن هذا ليس علاقة باستدامة النظام هناك أناس غاضبون في الصين وهناك فشل اقتصياضي وإذا وضعت هدين الأمرين معا هذا نهاية للنظام يعني فيما يخص الشان الاقتصادي أيضا هل يمكن استبدال الصين؟ أعتقد أنه لابد علينا أن نستبدل الصين هذا أمر لا نريده ولكن هذا الصين أمر الصين تدفعنا إليه الزعيم الصيني يؤمن بسيطرة الدولة على الاقتصاد ولا يوجد أي حيز للشركات الخارجية أو الأجنبية أو أيضا الاقتصاد الخاص الصيني فبالتالي هناك احتكاك حول حروب التجارية الصين تسرق الملكية الفكرية بمليارات لرار سنوية ملات المتحدة وسنجد أدلة الآن أن الصين عن عمد قامت بإفشاء هذا المرض خارج الحدود كانت تعلم أن هذا المرض يمكن أن ينتقل بين البشر وحاولت أن تقنع العالم بعكس ذلك وهتزييف للواقع وفي نفس الوقت الصين وضعت ضغوط على الدول لأن تقبل المواد من الصين هذا معنى أن الزعماء الصينيين تعمدوا هذا الأمر أعتقد أننا سنفهم أنه لا بد أن نحمي أنفسنا من النظام الصيني الشوعي الذي لا يمكن إصلاحه والطريقة الوحيدة هو تقليل اعتمادنا عليه وليس لدينا أي بديل غير ذلك طيب فيما يخص العلاقات الأمريكية الصينية العلاقة الاقتصادية بين الدولتين علاقة عضوية للغاية هذا صحيح ولكن علينا أن نتذكر أن الصلاة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين كانت نتيجة لقرارات سياسية لتقليل الحواجز للإستثمارات والتجارة سنرى أن هذه الحواجز سيتم تشييرها بارتفاع أكبر وهذا تقودنا إليه الصين بسبب سياساتها الضرة منذ عام تقريبا بكين أعلنت حرب على الولايات المتحدة فيما يتعلق بالدعاية والإعلام ورأينا أنهم ينخرطوا في حملة علومات تضليلية ضد الولايات المتحدة كانوا يعلمون أن المريض الأول لم يكن في الولايات المتحدة وأن الجيش الأمريكي لم ينشر الفيروس في وهان ولكنهم استمروا في هذه الأكاذيب وهذه الدعاية إذن علينا أن نسأل أنفسنا كيف يمكن أن نتعامل مع دولة عدائية بهذا الشكل تجاه الولايات المتحدة إنهم يرودون الإضرار بنا والأمريكيون بدأوا في الاعتقاد وفي فهم ذلك أننا لا يمكن أن نتعامل مع الصين الشيوعية مسألة قطع العلاقات الاقتصادية وقطع العلاقات الصينية الأمريكية بالكامل هل هذا ممكن؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له قال أن قطع العلاقات الاقتصادية مع الصين قد يوفر أموال طائلة للولايات المتحدة الأمريكية تحدث عن 500 مليار دولار ويشير بذلك إلى العجز في التجارة بين البلدين هذا سيحدث وسيحدث ليس بسبب شيء تريده الولايات المتحدة نحن كنا كرماء للغاية كدولة في نهاية الحرب العامية الثانية نحن قمنا ببناء منافسين الدول الأوروبية لأننا شعرنا أنه من مصلحة النظام الدولي ككل القيام بذلك وأن الكل يجب أن يشعر برفاهية وطبقنا نفس هذه السياسات مع الصين لأننا أردنا إدماج الصين في النظام التجارة الدولي شعرنا أنه مع قوة الصين ستكون قوة حميدة ولكن هذا لم يحدث أصبحت الصين أكثر عدوانية وتعرض حياة الأمريكيين للقطر وأثناء هذه الجائحة هناك أكثر من 80 ألف شخص ماتوا لم يكونوا لا يموتوا لو لا انتشار هذا الوباء خارج الصين عن عمد ما الذي يمكن أن نفعله بـ 80 ألف وفيات في الولايات المتحدة كما قلت نحن لا نريد حرب تجارية أو باردة جديدة ولكن الصين شنت هذه الحرب منذ عقود ولابد أن ندافع عن أنفسنا ولهذا نحن سنقوم بتقليص التجارة وأيضا العلاقات الدبلوماسية إلى أقل القدر وسنفعل أشياء لا يريدها الأمريكيون ولكنهم أرغموا عليها لم يبقى للكثير غوردون في دقيقة هذا الأمر حتى وإن حدث يحتاج إلى زمن الصين تستثمر في سندات الخزانة الأمريكية بأموال طائلة إن لم تخني الذاكرة هي من أكبر المستثمرين وأيضا ماذا عن النظرية التي تذهب إلى أن دول أمريكا اللاتينية قد تكون دول رخيصة العمالة بالنسبة للبلايات المتحدة الأمريكية خاصة وأن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى يد عاملة باختصار أمريكا اللاتينية وعندما انضمت صين إلى المنظمة التجارة العالمية هم سيعودون إلى أمريكا اللاتينية مرة أخرى ونحن ربما سننقل المصانع إلى الهند أو إلى فيتنام والبعض منهم سيعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية نحن لا نحتاج إلى الصين اقتصادنا لا يعتمد على التصدير ولكن الصين اقتصادها يعتمد على التصدير وبالتالي درجة الإلام ستكون أقل للأمريكيين مما يتوقعونه شكرا جزيلا جوردين شانج الكاتب والباحث في الشأن الصيني شكرا 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 شكرا